وإعلان وزارة الدفاع عن نزول طلاب الكلية العسكرية بالقيافة الرسمية وقالت الوزارة أنه لأول مرة منذ سنوات حصل نزول طلاب الكلية العسكرية بالقيافة الرسمية وكانت تعتمد قبل عام 2003 لطلاب الكليات العسكرية والمعاهد وكلية الشرطة آخر دورة ارتدتها قبل سقوط النظام هي الدورة التاسعة والثمانون وأول دورة بعد 2003 قامت بارتدائها هي الدورة المئة وعشرة وتم الإلغاء بسبب الوضع الأمني في البلاد وهذه هي الصور المتداولة أكيد لازم يشوف آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أخذ بعض تعليقاتهم حول هذه الصور المتداولة ولهذه التعليقات من الفيسبوك يقول كلش حلو بس نقص شي واحد وباصات توصيل إلى القراجات الرسمية مثل النهضة والعلاوي نأخذ تعليق آخر أكيد مشاهدينا من الفيسبوك التعليق الآخر يقول أبطال والله والله يحفظهم أخوتنا الطيبين وأكيد مستمرين بأفض التعليقات ومشاهدينا حول هذه الصور المتداولة وتعليق آخر من الفيسبوك يقول الله يحفظهم جدا مهم الالتزام بالسياقات العسكرية الصحيحة وأبراز هيبة أسود الدفاع وتعليق آخر أيضا من الفيسبوك يقول كل الاحترام لهذه المؤسسة العريقة الله يحفظهم وتعليق آخر حول هذه الصور المتداولة من الفيسبوك التعليق يقول ما أجملها القيافة العسكرية لها طعم ترجمة نانسي قنقر